أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من السابع عشر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفولسوية بحوالي 58 مليون دولار وأضفت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ السادس عشر من أكتوبر 2022 نحو 2.74 مليون طن بإجمالي مبلغ 1.36 مليار دولار يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفولسوية وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية